اشتركوا في القناة وديسمبر وفبراير وشارك صلاح في اربع مباريات مع ليفربول في الدوري الانجليزي الشهر الماضي حيث سجل ستة اهداف وصنع هدفين ويتصدر صلاح قيمة هدفي الدوري الانجليزي برصيد تسعة وعشرين هدفا بفارق خمسة اهداف عن هاريكين مهاجم توتنهام نفى نجم نادي منشستر يونيتد الانجليزي اندر هيريرا قيامه بالبسق عن عمد على شعار نادي منشستر سيتي خلال مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي وقالت صاحفة ديليميل البريطانية عدسة الكاميرات رصدت لعب الوسط الاسباني وهو يقوم بالبسق على شعار منشستر سيتي الملصق على الارض في مواجهة نفق اللاعبين بمباراة الاتحاد ويرى المسهولون في منشستر سيتي ان هيريرا تعمد البسق على الشعار الامر الذي نفاه اللاعب الاسباني بشكل قاطع وقال احد المتحدثين باسم منشستر يونيتد اندر شاهد صورة الواقعة وهو يشعر بالخزي من الاراء التي تقول انه قام بهذا الفعل متعمدا واضاف كان الامر مجرد حادث ولم يكن هناك تعمد بالبسق على الاطلاق اكد الاسباني بيبي جوارديولا المدير الفني لنادي منشستر سيتي الانجليزي ان على فريقه ان يقدم مباراة مثالية امام ليفربول في اياب دور الثمانية لبطولة دور ابطال اوروبا اذا اراد تعويد خسارته بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وقال المدارب الاسباني بالطبع احتاج الى تقديم مباراة مثالية اذا اردنا المرور خلق فرص وتزيل اهداف كل شيء يجب ان يكون مثاليا اذا اردنا التأهل واصبح منشستر سيتي بسبب نتيجة مباراة الذهاب مجبرا على تحقيق عودة بطولية اذا اراد العبور الى الدور قبل النهاء لدور ابطال اوروبا اضاف جوارديولا قائلا يتبقى تسعون دقيقة وفي كرة القدم يمكن ان يحدث اي شيء سنحاول تحقيق هذا وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث علينا ان نركز فيما نقوم به اذا تلقينا هدفا ليس علينا ان نستسلم واذا لم نتمكن من التسجيل سنحاول في فرصة اخرى عين الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ويفا الحكم الانجليزي مايكل اوليفر لادارة مباراة ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي الاربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في اياب ربع نهائي دور ابطال اوروبا فكان لقاء الذهاب في يوفنتوس ارينا انتهى بفوز الضيف ريال مدريد بثلاثة اهدف مقابلة لا شيء ليضع قدما في نصف النهائي رد لعب منتخب سوريا عمر السومة على الانباء التي ترددت حول اقترابه من الانضبام الى نادي الوحدة الامارات وفسخ عقده مع الاهل السعودية وظهر السومة مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية توركي الشيخ في فيديو متداول على تويتر اذ وجه الشيخ سؤالا الى السومة حول انتقاله الى الوحدة الاماراتية ورد السومة قائلا انا باق بالاهل والدوري السعودية ولن ارحل انتهت النشرة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة